موسيقى وصل مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا الولايات المتحدة تعلن نشر 3000 عسكري لدعم قوات النيتو في شرق أوروبا واشنطن تؤكد أنها لن تتردد في إدراج قادة وكيانات حوثية متورطة في هجمات عسكرية تهدد مدنيين على قائمة التنظيمات الإرهابية موسيقى وزارة العدل الأمريكية ترفض قبول اعترافات انتزعت تحت التعذيب من معتقلي جوانتنامو والاعتماد عليها في المحاكمات العسكرية موسيقى العشر ليلا بتوقيت جرانيتش الخامس مساء بتوقيت واشنطن هذه نشرتنا من العاصمة أهلا وسهلا بكم نبدأ مع جديد تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد الأربعاء المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن الولايات المتحدة تعتزم نشر ثلاثة ألاف عسكري لدعم حلف شمال الأطلسي في أوروبا شرقية وسط مخاوف من غزو الروسي لأوكرانيا كيربي أوضح أن الهدف من هذه التحركات العسكرية هو طمأنة الحلفاء في النيتو وتعزيز قدراتهم الدفاعية وتوجيه رسالة قوية للرئيس الروسي بأن واشنطن ملتزمة بأمن الحلف تاركا البابة مفتوحا أمام إرسال مزيد من القوات من جانبها أوضحة المتحدثة باسم البيت الأبيض جيني ساكي أنه سيتم إرسال حوالي ألفين جندي أمريكي إلى بولندا وألمانيا هذا الأسبوع وهو عدد يضاف إلى ثمانمائة ألف وخمسمائة جندي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى كما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إذن المتحدثة باسم البيت الأبيض جيني ساكي قالت أنه سيتم إرسال حوالي ألفين جندي أمريكي إلى بولندا وألمانيا هذا الأسبوع وكما ذكرنا أن هذا العدد يضاف إلى ثمانمائة ألف وخمسمائة جندي في الولايات المتحدة وهم في حالة تأهب قصوى هذا يأتي بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي ذلك الأسبوع الماضي سنقوم بإرسال ألف وسبعمائة جندي أمريكي من قاعدة فورت براغ إلى بولندا وقرابة ثلاثمائة جندي إلى ألمانيا هذه الخطوة هي إضافة للجنود الأمريكيين الموجودين الآن في بولندا وألمانيا وهؤلاء الجنود يضافون لثمانية آلاف وخمسمائة جندي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وذلك حسب ما أعلن الأسبوع الماضي ثلاثة آلاف جندي أمريكي يعتزم البنتاجون نشرهم في أوروبا في الأيام القليلة المقبلة ألف جندي سيتحركون من ألمانيا باتجاه رومانيا وألفان سيتوجهون من قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية إلى ألمانيا وبولندا أريد أن أكون واضحا جدا بشأن هذه التحركات لن تكون دائمة إنها تحركات مصممة للتعامل مع الأوضاع الأمنية الحالية أيضا هذه القوات لن تقاتل في أوكرانيا بل ستضمن القوى الدفاعية للناتو البنتاجون ترك الباب مفتوحا أمام إرسال مزيد من القوات إلى أوروبا في المستقبل خصوصا أن روسيا لا تزال تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا سنقوم بتعديل تموضعنا وفق تطورات الظروف نواصل مراجعة وضع قواتنا والوضع في أوروبا وسنقوم بإجراءة تعديلات حسب ما يتطلبها الوضع بوتين يواصل زعزعة الاستقرار من خلال حسن المزيد من القوات في الجزء الغربي من بلاده وبيلاروسيا بالإضافة لنشاط بحري في البحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي لذلك من الواضح أنه يوفر لنفس العديد من الخيارات والقدرات لتحقيق الغرض الذي لا نعرفه بالضبط في الوقت الحالي ولأننا لا نعرف بالضبط ما هو هدفه فنحن نريد التأكد من استعدادنا للدفاع عن حلفائنا هذا وأكد البنتاجون أن قرار إرسال قوات إلى أوروبا تخذ بعد التشاور مع الدول المضيفة وبطلب منها وأن هذه القوات لن تكون تحت قيادة النيتو كما أكد أن الفرق التي ستنشر في أوروبا قادرة على القيام بمهام متعددة وجاهزة للتحرك السريع والتعامل مع الحالات الطارئة بالإضافة إلى قرار نشر 3000 جندي في أوروبا في الأيام القليلة المقبلة يبقي البنتاجون على 8500 جندي داخل الأراضي الأمريكية في حالة تأهب قصوى كما أمر وزير الدفاع الأسبوع الماضي هذه القوات جاهزة للتحرك باتجاه أوروبا في حال فعل النيتو قوة الردع السريع الخاصة بالحلف أو إذا تقرر إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا بمعزل عن النيتو من البنتاجون وفاء إجباعي الحرة أعلن رئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه سيتشاور مع نظيره الأمريكي جو بايدن في الأزمة الأوكرانية لفتا إلى أنه لا يستبعد التوجه إلى موسكو ماكرون قال أن الوضع على الأرض مقلق للغاية وأن الأولوية تكمن في احتواء التصعيد بالسبل السياسية وهو ما يستدعي تطبيق اتفاقات منسك لمناقشات الموضوع تنضم إلينا من واشنطن النائبة السابقة لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الروسية أفلين فاركس أهلا بك معي أفلين ماذا نفهم اليوم من هذه الخطوات الجديدة التي تتخذ من قبل الإدارة الأمريكية تجاه ما يدور هناك شرق أوروبا شكرا لإستضافتي ما أراه هو رد قوي من إدارة بايدن للاعتداء الأخير من الرئيس الروسي علينا أن نتذكر أننا في هذا الموقف لأنه قبل أكثر من أسبوعين الرئيس بوتين فوض لأكثر من مائة ألف جندي أن يتموضعوا على الحدود مع أوكرانيا بدون أي استفزاز أو أي سبب في نفس الوقت هو وضع خمسة آلاف جندي روسي في بيلاروسيا وهي دولة تتشاطر الحدود مع بولندا لثوينيا واللاتفيا نعتقد أن هذا الرقم من المحتمل أن يزداد إذن الحكومة الأمريكية وحلفاء الناتو شعروا أن عليهم الرد على أولا للتأكد من أن أوكرانيا تشعر بأننا سنساعدها على الأقل الدفاع عن نفسها عسكريا بطريقة غير مباشرة وأننا نضع هذه القوات للإشارة إلى روسيا أن عليها توخي الحضر وأن لا تستعمل القوة العسكرية بل تسحب قواتها من الحدود إن كان لك اطلاع حتى على نوعية الأسلحة التي يتم لربما تزويد الحلفاء في شرق أوروبا حلفاء الأولايات المتحدة بها مقارنة بتلك الحشود التي تحشدها القوات الروسية ما الذي يمكن أن نعرفه من نوعية الأسلحة التي يتم إرسالها من ناحية نوعية وجودة الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا نرسل الكثير من الصواريخ المضادة للدبابات التي يمكن أن تدمر الدبابات الروسية وأيضا أجهزة رادار لاستهداف مدافع الهاون والصواريخ التي تطلق وأيضا الأسلحة التي نرسلها مهمة جدا ولكن لا تكفي أوكرانيا تحتاج إلى دفاعات جوية وبحرية ونفهم أن الإدارة تعمل على هذا الموضوع مهم أن نشير إلى أن الموقف متغير وبالطبع ما نرسله مع حلفاء الناتو يعزز ما هو موجود هناك في رومانيا لدينا بالفعل مكون جوي يمكن أن يستخدم عند الضرورة لو كانت هناك رغبة في خلق أمن جوي لأوكرانيا هل برأيك روسيا تخطط حدود الأزمة مع أوكرانيا اليوم وبدأت الأزمة أزمة مع العالم وليست الآن هي أزمة مع أوكرانيا أو بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو نعم هذا مهم أن نفهمه لأنه منذ 2008 عندما غزت روسيا جمهورية جورجيا ثم احتلت 20% من أراضيها ولا تزال تفعل هذا حتى اليوم ثم في 2014 احتلت روسيا وضمت بصورة غير قانونية أراضي القرم كما فعل صدام حسين وضم الكويت في التسعينيات روسيا بصورة أساسية كانت تشن الحرب ضد أوكرانيا وتكسر القانون أو تخترق القانون الدولي هذا جزء مما كانت تفعله روسيا وبالتالي المسألة لا تتعلق بأوكرانيا أو حتى بالأمن الأوروبي روسيا تخرق القواعد التي حافظت على سلامة العالم ومنعت اندلاع حرب عالمية ثالثة هذا مهم جدا للجميع أن يجتمعوا في الأمم المتحدة وأن يناقشوا ما حدث وأن يواجهوا روسيا وأن يطلبوا منها تفسير عدوانها الحل الدبلوماسي برأيه كيف سيبدو يعني هناك اجتماعات عقيدات مباحثات عقيدات خلال الأسبوع الماضي ولم يتم التوصل لأي حل إن كان هناك حل كيف سيبدو هذا الحل هل يجب أن يكون هناك مشهد جديد استراتيجي يضمن أمن أوروبا وروسيا ولتهديئة الأمور بشكل عام حتى لا تتكرر هذه المشاهد في تلك المنطقة الترتيبات الأمنية الحالية في أوروبا تم تعزيزها الأساس هو البند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول أن الحدود لا يمكن أن تتغير باستخدام القوة وأن علينا أن نحترم سيادة الدول هذا لن يتغير والناتو هو المظلة هو منظمة أمن جماعي وكل الأعضاء اتفقوا إذا هجم أحدهم فالكل سيذهب ويدافع عن الدولة التي هجمت هذا لن يختفي لأن هذا يحافظ على سلامتنا من أي حرب عالمية ما علينا عمله هو العثور على تسوية تفاوضية مع روسيا ويمكن أن نتفق أين نضع أسلحتنا الأسلحة النووية والصواريخ كروز يمكن أن نتفق على إعادة اتفاقية منع انتشار الأسلحة التي خرقتها روسيا هناك أشياء يمكن أن نعملها ولكن حتى الآن الحكومة الروسية لا يبدو أنها مستعدة لتقديم تنازلات حول الأسس الأساسية تريد العودة إلى مجالات النفوذ ونظام القرن التاسع عشر حيث الدول الكبيرة تملي على الدول الصغيرة ما تفعله وكيف يتم ترتيب النظم السياسية والاقتصادية البعض في روسيا يقول أن الأزمة هي أزمة مشابهة لتلك الأزمة التي كانت سابقا بشأن الصواريخ الروسية في كوبا هل تتفقين مع ذلك؟ لأن الروس يرون أو في مقال كتبه تحديدا بوتين العام الماضي يقول أن أوكرانيا تتحول إلى نقطة انطلاق ضد روسيا ماذا تقولين؟ التشابه الوحيد الذي يمكن أن أتصوره هو أن أزمة الصواريخ في كوبا الاتحاد السوفيتي وبطريقة خطيرة هدد بوضع صواريخ نووية في كوبا وهذا أدى إلى الأزمة كما فعلت وتفعل روسيا الآن في حالة أوكرانيا ولكن يمكن أن أحاجج وأقول هذا أكثر سوءا لأن الشعب الأوكراني يعاني لأن روسيا تشن حربا عليه اليوم في أوكرانيا وإذا كان هناك غزو لأوكرانيا بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الموت والمعاناة وهذا يختلف عن أزمة الصواريخ الكوبية تتوقعين حلا سياسيا أم عسكريا ختم هذا اللقاء بهذا السؤال لسوء الحظ حاليا الأمر يبدو كأنه سيكون هناك فعل عسكري من جانب الرئيس بوتين وسيعقب هذا إدانة عالمية وعقوبات ومساعدة للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم وهذا يعني حرب مطولة لم أتخلى نهائيا عن الدبلوماسية لو بوتين أراد أن ينظر على مصار مخالف يمكن أن يفعل ذلك شكرا جزيلا لك يفلين فاركس من واشنطن كتي معي مباشرة النائبة السابقة لمساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الروسية شكرا اشتركوا في القناة من العاصمة مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الولايات المتحدة تقرر رسالة طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوضبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الحثي مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تتوعد النظام العسكري في السودان بالعزة الدولية وتقليص المساعدات أهلا بكم من جديد نستذكر معا ما تناولناه في الجزء الأول من نشاطنا من العاصمة تحدثنا عن إعلان الولايات المتحدة نشر ثلاثة ألاف عسكري لدعم قوات النيتو في شرق أوروبا وسط مخاوف إذن من غزو روسيا لأوكرانيا لاحقا وفي هذه الفقرة تحديدا سنتناول تأكيد واشنطن على أنها لن تتردد في إدراج قادة وكيانات حوثية متورطة في هجمات عسكرية تهدد مدنيين على قائمة التنظيمات الإرهابية ولاحقا سنتناول أيضا رفض وزارة العدل الأمريكية قبول اعترافات انتزعت تحت التعذيب من معتقلي جوانتنامو والاعتماد عليها في المحاكمات العسكرية إذن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايسن الولايات المتحدة لن تتردد في تصنيف قادة حل قادة حوثيين أو الحوثيين وكيانات أيضا تابعة لهم ضالعين في هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ما أقوله هو أننا لن نتردد في تصنيف قادة الحوثيين وكيانات ضالعين في هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي وتطيل النزاع وتؤدي لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني وتفاقم الوضع الإنساني أو السعي لتحقيق مكاسب من معاناة اليمنيين لقد اتخذنا إجراءات كهذه بما في ذلك خلال الأسبيع والشهور الأخيرة لوحدها وأتوقع أننا سنكون في موقع لاتخاذ إجراءات أخرى ربدا على الهجمات الحوثية المشينة الأخيرة أضع أعلنت الوليات المتحدة عن مجموعة من الإجراءات لدعم الإمارات على مواجهة أو في مواجهة تهديدات الحوثيين من ضمنها إرسال المدمرة USS Cole إلى ميناء أبوظبي من أجل القيام بعمليات مشتركة مع البحرية الإماراتية إضافة لنشر مقاتلة من الجيل الخمس تتجه نحو مياه الخليج تحسبا لأي طارق المدمرة الأمريكية USS Cole بصدد التحضير لعمليات مشتركة مع البحرية الإماراتية هذه العمليات جزء من مجموعة إجراءات اتخذها البنتاجون لدعم أبوظبي بهدف إخماد التهديدات الإقليمية المتسارعة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وخلال اتصال هاتفين مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في بيان نشره البنتاجون أقد الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر وكذلك التعاون في مجال الدفاع الجوي كما كشف عن نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات الحالية جدد أوستن إدانته الشديدة لهجمات الحوثيين والتزامه بشراقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات خلال الشهر الماضي شن الحوثيون ثلاث هجمات على الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة القيادة الأمريكية الوسطى قالت إن الجيش الأمريكي في قاعدة الضفر الجوية تصدى لهذه الهجمات بواسطة منظمة باتليوت الاعتراضية وبالتعاون مع القوات المسلحة الإماراتية نناقش هذا الموضوع بشكل أوسع ينضم إلينا من واشنطن بي جاي كراولي المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية أهلا بك سيد بي جاي إذا نظرنا لهذا التحرك من قبل الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط تحديدا هل نفهم من ذلك أن الولايات المتحدة إذا تريد دعم الحلفاء هناك أم دعم القوات الأمريكية أو حفظ أمن القوات الأمريكية في إن كان دولة الإمارات أو في قطر وغير ذلك من الدول في تلك المنطقة الإجابة القصيرة ربما كل ما ذكرته الولايات المتحدة ولعقود من الزمن كانت ملتزمة بأمن شركائنا في المنطقة وفي نفس الوقت قامت بزيادة قدرات حلفائنا للدفاع عن أنفسهم وفي هذه الحالة من الواضح أن الحوثيين لم يستغلوا الفرصة للعثور على حل سلمي في اليمن الولايات المتحدة برهنت على التزامها بتأمين الإمارات وشركاء آخرين في المنطقة لماذا إلى الآن لم يصنف الحوثيون منظمة إرهابية؟ بالطبع قبل سنة الإدارة أزالت الحوثيين عن قائمة الإرهاب لأسباب إنسانية والتأكد من أن الشعب اليمني يستطيع أن يحصل على الدعم الذي يحتاجه وأيضا كحافز لمحاولة تشجيع الحوثيين على الحضور إلى طاولة المفاوضات والسعي لحل للنزاع اليمني المأساوي من الواضح أن الحوثيين لم يفعلوا ذلك وأيضا في الواقع هم صعدوا النزاع بهجمات على أهداف سعودية وأهداف إماراتية وحاليا هم مستمرون في الاعتقاد أن بإمكانهم تحقيق أهدافهم بوسائل عسكرية والولايات المتحدة تحاول أن تقنعهم أن هذا غير صحيح في ظل كل تلك التوترات في منطقة الشرق الأوسط لربما وحتى الأوضاع الجيوسياسية نظرنا حتى على المشهد ما بين روسيا وأوكرانيا على الحدود والتي توسعت هذه الأزمة وأصبحت المشكلة مع النيتو أكثر مهمة هي مع أوكرانيا ننظر أن الولايات المتحدة ستقوم بمناورات عسكرية تحديدا في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 60 دولة الأهمية السياسية برأيك لهذه المناورة وهل يمكن أن تقدم شيئا في حل أي أزمة في تلك المرحلة أو في هذه المرحلة إن كان في الشرق الأوسط أو كان حتى على الحدود الروسية الأوكرانية أو حتى موضوع إيران المناورة في النووي بالتأكيد ما تحاول أمريكا البرهنة عليه هو أن بإمكانها التركيز على أكثر من أزمة في نفس الوقت من الواضح أنك لو نظرت جيو سياسيا الولايات المتحدة لا يزال لديها هواجس بشأن الصين وروسيا وإيران ولكن تستطيع أن تواجه هذه إما بالفعل العسكري أو الدبلوماسي وفي نفس الوقت لا تنسى الأزمات الأخرى التي يمكن أن تقوض الاستقرار والأمن في المنطقة إذن نحن لا يزال لدينا قوات في العراق وفي سوريا ونعزز قواتنا كي نساعد حلفائنا في التعامل مع الموقف في اليمن بالنظر إلى الفكر في الولايات المتحدة من خلال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في عصر الرئيس ترامب حتى كان الحديث عن موضوع السحب أو إعادة تموضع أقول القوات الأمريكية أن كان في أوروبا أو حتى موضوع سحب القوات الأمريكية من العراق المشهد اليوم الذي نتابعه مع التركيز المتجدد على روسيا الصين ما يدور في تلك المنطقة كوريا الشمالية أيضا إلى أين نتجه برأيك أعتقد أن كل هذا يوضح أن الولايات المتحدة لا تزال وبشكل فريد قوة عالمية ولديها القدرة على نشر قوات في أوروبا كما هو الحال في أزمة أوكرانيا الحالية وأيضا في الشرق الأوسط ليس فقط للتعامل مع التصعيد في اليمن وإنما أيضا للتوضيح لإيران أنها لن تسمح لإيران بتوسيع دائرة نفوذها في المنطقة وأنت على حق في نفس الوقت نحن نراقب عن كثب إطلاق الصواريخ المتزايد الذي نراه يحدث في كوريا الشمالية نعم من ناحية هذا يعبر عن ويوضح الأمور ولكن العالم عالم معقد والولايات المتحدة من ناحية أخرى لها القدرة على التعامل مع هذه القضايا معظم الحالات من خلال الفعل الدبلوماسي ولكن عندها ضرورة من الانتشار العسكري الذي أعلننا عنه اليوم هل خطة الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة هي واضحة إن كان للأمريكيين في الداخل أو حتى في الخارج تجاه ما يدور كيف تقيمها أعتقد أننا لا نزال نواجه تحدي عالمي متطور ومتنامن لو نظرت على إدارة أوباما وإدارة ترامب وإدارة بايدن كلها أرادت أن تعيد توازن الجهود على الجبهتين الدبلوماسية والعسكرية في مناطق مثل الشرق الأوسط بالطبع هذا من السهل أن تقول أكثر مما تفعل وكل إدارة قالت نريد أن نركز أكثر نركز الوقت والطاقة على الصين وربما نكرس فعل عسكري أقل في الشرق الأوسط ولكن نرى وبشكل مستمر أنه لا يزال هناك أزمات في المنطقة تجذب الولايات المتحدة من جديد وهذا شيء من الواضح أن الإدارة تدركه وتدرك أنه ضروري في محاولة لمنع المآسي في اليمن من أن يكون لها تأثير إقليمي أوسع سيد بي جي كراولي المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي عبر خدمة سكايب كنت معي مباشرة من واشنطن شكرا جزيلا لوقتك بعثت الولايات المتحدة رسالة قوية وشديدة لهجة عبر تصريحات أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال جهسة استماع حول الوضع في السودان المشارعون الأمريكيون قالوا أن واشنطن قد أوضحت للقادة العسكريين في السودان أنها مستعدة لفرض عقوبات إضافية ذا استمر العنف ضد المتظاهرين الولايات المتحدة تهدد بفرض مزيد من العقوبات على قادة الجيش السوداني في حال استمرار العنف رغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى حل ديبلوماسي للأزمة المتصاعدة بين المكونين العسكري والمدني تغير في الموقف الأمريكي تجاه المجلس الانتقال الحاكم بدى واضحا في تصريحات المشرعين الأمريكيين خلال جلسة اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول تطورات الوضع في السودان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية موليفي أوضحت أن الولايات المتحدة تدرس الأدوات المتاحة لتقليص المساعدات للنظام العسكري في السودان وعزله عن الأسرة الدولية وهذه المساعدات قد تصل إلى أربعة فيليارات دولار وغيرها من المساعدات من خفض الدين هي على المحاك كنا واضحون بأنه إعادة المساعدات الدولية منوطة بوضع حد للعنف وإعادة النظام الديمقراطي أيضا أوضحت بأننا مستعدون لاتخاذ مزيدنا التدابير القاسية إذا ما استمر هذا العنف المسؤولة الأمريكية أكدت أيضا أن واشنطن أوضحت للقادة العسكريين في السودان أن عليهم أن يغيروا من سلوكهم وأن لا يستخدم القوة ضد المحتجين لقد أنشأت السودان لجنة للتقصي الحقائق في أعمال العنف التي حدثت في 17 يناير فهذه خطوات نتخذها ونحن نضاعف من جهودنا وكان هناك أيضا انخراط مع الإيقاد وهو ممثل الإيقاد في الخرطوم وقد بحثنا ذلك أيضا في إسيوبيا هذا اللقاء اليوم هو إشارة جيدة إلى كل القادة بأن عليهم أن يغيروا من سلوكهم إذا أرادوا نجاح السودان وخلال زيارتها الأخيرة للسودان تلقت في تعهدات من القادة العسكريين بالالتزام بالحوار وإنشاء بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما ولكن مع تواصل القمع والانتهاكات يبدو أن الموقف الأمريكي سيكون أكثر تشدد انتجاه القادة العسكريين فقد أعرب عدد من أعضاء اللجنة وبينهم السناتير بوب مينيندز عن خيبة أملهم بسبب عدم فرض عقوبات ضد قيادات الجيش السوداني أعلن سفير الأوليات المتحدة في تونس دونالد بلوم عن إطلاق مشروع زور تونس الرامي إلى مساعدة القطاع السياحي بتونس بميزانية تبلغ 50 مليون دولار بلوم أوضح أن المشروع هو أكبر تمويل من جهة مانحة لقطاع السياحة في البلاد وسيعمل على تطوير المترجات والخدمات السياحية خاصة خارج المناطق الساحلية الداخلية المشروع يهدف إلى إيجاد 15 ألف وظيفة في قطاع السياحة البديلة وسيحقق زيادة الاستثمار والعائدات بنسبة 20% كما سيستقطب 11 مليون سائح بحلول عام 2026 كما أن المشروع سيسعى إلى استغلال كل الطاقات التي لم يتم استغلالها في السابق في المجالات الثقافية والتاريخية والبيئية وسيخصص الدعم الأمريكي لتمويل مشروع زور تونس الذي يمتد على خمس سنوات ويعمل على إنعاش قطاع السياحة من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص كما سيدعم المشروع السياحة على مدار السنة لتشجيع الحركة السياحية خارج موسم الصيف من خلال تنويع التجارب والمنتجات السياحية السفارة الأمريكية في تونس العاصمة قالت في بيان إن المشروع يهدف إلى تعزيز الأنشطة السياحية القائمة على التجارب السياحية المتنوعة التي تختلف عن السياحة الشاطئية لجذب سياح أجانب جدد إلى المناطق التونسية التي لا تحظى في الغالب باهتمام السياح وتعرض قطاع السياحة الحيوي في البلاد إلى ضربات مجعة في السنوات الأخيرة بسبب الهجمات الإرهابية وإجراءات الغلق التي فرضتها السلطات منذ نحو سنتين للحد من تفشي فيروس كورونا ومتحوراته في تونس من العاصمة مستمرة وفيها بعد فاصل قصير وزارة العدل الأمريكية ترفض قبول اعترافات انتزعت تحت التعذيب من معتقلي جوانتنامو والاعتماد عليها في المحاكمات العسكرية بعد يتخذ حزمة من الإجراءات لخفض وفيات السلطان بنسبة 50% خلال الأعوام الخمس والعشرين المقبلة أهلا بكم من جديد أعلنت دارة رئيس الامريكي جو بايدن رفضها بشكل قطع عن استخدام الشهادات لدل المنتزع تحت التعذيب في أي مرحلة من الإجراءات لمحاكمة معتقلي جوانتنامو في أحدث صفحات معتقلي جوانتنامو هو الموقف الصارم الذي اتخذته إدارة بايدن تجاه قضية محاكمات معتقلي جوانتنامو حيث أعلنت رفضها التام لاستخدام أي اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب مؤكدة أنها مدركة إلى أن التعذيب مقيت وغير قانوني مجددة التزامها بمعايير المعاملة الإنسانية لجميع المعتقلين الجدل المستمر حول حدود استخدام الأدلة من اعترافات مستمدة من التعذيب بين المحاكم البدنية الأمريكية واللجان العسكرية التي هي المحكمة العسكرية الفيدرالية المختلطة التي أنشأها الكونغرس لمحاكمة الأجانب بتهم الإرهاب وجرائم الحرب ظل هذا الجدل يتصاعد على إيقاع وجهات النظر بين الإدارات الديمقراطية والجمهورية حول معتقلي جوانتنامو إدارة بايدن التي تعهدت بأن الحكومة لن تسعى لقبول أي تصريحات أدل بها المعتقل أثناء احتجازه لدى وكالة الاستخبارات المركزية أشارت إلى أن ذلك لا يعكس لالتزامات القانونية المحلية والدولية للولايات المتحدة وسياسة إدارة بايدن وربما التماس عبد الرحيم الناشر السعودية المتهم بالتخطيط لتفجير المدمرة البحرية الأمريكية كول قبالة اليمن عام 2000 ومحاكمات المتهمين بأحداث 11 من سبتمبر عبر اعترافات تحت التعذيب هي من حركت المياه الراكدة تحت دهاليزي هذا المعتقل الذي تصفه منظمات معنية بحقوق الإنسان بسيء الصيد نناقش هذا الموضوع بشكل أوسع وهذا القرارة من فرجينيا ينضم إليه عبر خدمة كبير الباحثين في معهد كيتو للدراسات والأبحاث ديوك باندو أهلا بك معي سيد باندو إذن إدارة بايدن لن تقبل بعد اليوم اعترافات أخذت عن طريق التعذيب من معتقلي السجن جوانتانامو ما مغزى هذا القرار وماذا يعني برأيك إنه قرار محدود بمعنى أن التركيز هو على استعمال هذه المواد أمام القاضي وليس هيئة المحلفين ولكنه مهم لأنه يقر بطبيعة المشكلة أن تأخذ شهادة حصلت عليها بالتعذيب وإدارة ترامب لم تمانع ذلك وبالتالي هذا تغير في السياسة من جانب إدارة بايدن وأيضا هذا انتقاد ضمني لاستعمال التعذيب ضد بعض السجناء الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في الحرب العالمية على الإرهاب طيب بالنظر إلى المرحلة السابقة وتحديدا مرحلة الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي كان قد تعهد في عهده بإغلاق هذا السجن سجن جوانتانامو الرئيس بايدن وكان جزءا من هذه الإدارة لم نرى رئيس بايدن يتحدث عن موضوع إغلاق سجن جوانتانامو لماذا برأيك؟ الموضوع هو ماذا نفعل بالسجناء بعضهم الولايات المتحدة تأمل في إعادتهم إلى بلدانهم وأن يقضوا باقي العقوبة هناك والبعض قد يطلق صراحه ولكن هذا يثير قضايا هل يمكن أن يعودوا خطيرين مرة أخرى؟ لو أرادت أمريكا الاستمرار في احتجاز الناس هل ستعيدهم إلى الولايات المتحدة وتضعهم في السجون؟ هذا مثار جدل والكونغرس الأمريكي لا يشعر بالحماسة تجاه فكرة إغلاق وانتانامو وجلب السجناء إلى الولايات المتحدة إذن هذا سهل سياسيا أن نجعل السجن مفتوحا بدلا من أن نحاول أن نعرف ما يجب عمله مع السجناء هل ترى أن الخطوات المقبلة لدى الإدارة الأمريكية خاصة ما تقوله الإدارة أنها ترفض قبول هذه الاعترافات تحت التعذيب وأيضا بشأن أن التعذيب شيء مقيت وغير قانوني كما ترى الإدارة الأمريكية هل سيفتح مثلا هذا السجن دعنا نقول للمؤسسات الإنسانية لزيارة هذا السجن هل يمكن أن يكون ذلك ضمن خطة الرئيس بايدن للوقوف على إنسانية المشهد داخل السجن إن كانت ترى الإدارة أن هناك ما لا يليق بالسجناء أو بحقوق الإنسان أشك في أن الإدارة ستقوم بدعوة مجموعة إلى الداخل هناك محاكمة قد تتطلب حكم بالإعدام السجين يقول والكل يوافق أنه كان هناك تعذيب التعذيب حدث قبل عشرين عاما والشهادة حصلنا عليها قبل عشرين عاما إدارة بايدن يمكن أن تقول أن هذه القضايا تم تسويتها ولا داعي للمنظمات الإنسانية أن تتدخل ما تفعله الإدارة هو التأكيد على أن العملية القضائية نزيهة وتتماشى مع القانون الأمريكي برأيك ما المعوقات التي تحول دون محاكمة معتقلي سجن جوانتانا مبعد مرور عشرين عام جزء من التحدي يتمثل في أن هناك أدلة حصل عليها عبر المعلومات الاستخباراتية وليس من الممكن أن نقدمها في محكمة جنائية ربما تعرف شخصا ربما ارتكب عملا إرهابيا ولكن من الصعب ضمن النظام القضائي أن تثبت ذلك إذن كيف تحتجز هذا الشخص وتحاكمه إذا لم تستطع تقديم الدليل في المحكمة بعض السجناء في جوانتانامو لا نعرف طريقة أخرى لاحتجازهم عدى الحفاظ عليهم في سجن خارج الولايات المتحدة في مرحلة عدم الاعتراف بتلك الشهادات التي أخذت تحت التعذيب كما ذكرت إدارة رئيس بايدن ما هي الآلية التي ستتبع لعادة لربما عمليات التحقيق في داخل السجن مع أولئك الذين أخذت اعترافات منهم تحت التعذيب كيف سيكون الموضوع كيف ستكون الآلية لا توجد حاجة لإعادة التحقيق من جديد الشهادات حصلنا عليها قبل عشرين عاما واستعملت في منورات قانونية معقدة الدفاع أراد عمل شيء والادعاء أراد استعمال الدليل ولكن هذا يعني عدم استعماله لا أعتقد أن هذا سيعيد أي تحقيقات ولكن بالتأكيد سيكون له تأثير على تقديم القضايا أمام القاضي وأمام هيئة المحلفين وكيف يمكن أن يصدروا الحكم عندما تحال القضية إليهم سيد دوغباندو كبير الباحثين في معهد كاتو للدراسات والأبحاث عبر خدمة سكايب من فيرجينيا كنت معي مباشرة شكرا لوقتك قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ حزمة من الإجراءات تهدف لخفض وفاية السلطان بنسبة 50% خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة وتتضمن الإجراءات تشكيل لجنة تولى تنسيق أعمال الحكومة وقمة تجمع مختلف الفاعلين في القطاع يذكر أن الأبحاث العلمية في السنوات الأخيرة زادت الآمال بعد الاستناد على تقنية الحمض النووي الرايبوزي المرسل لتعليم جهاز المناعة التعرف على المتحورات المميزة المميزة للخلايا السلطانية ومن ثم مهاجمتها حتى قبل ظهور الأورام الرئيس الأمريكي جو بايدن يعيد إحياء مبادرة منشاط لمكافحة داء السلطان التي قدى خلال إدارة أوباما بأهداف طموحة ترمي إلى خفض عداد الوفيات بسبب هذا المرض الفتاك إلى النصف خلال 25 عاما رسالة اليوم هي أننا قادرون على فعل هذا وأنا أعدكم بذلك بعد كل الأشخاص الذين فقدناهم ونفتقدهم بإمكاننا أن ننهي مرض السرطان لقد التزمت بهذا الكفاح عندما كنت نائبا للرئيس وفي الحقيقة إنه من الأسباب التي دفعتني للترشح للرئاسة لا يساوركم شك في أن مكافحة السرطان تعد الآن أولوية للبيت الأبيض بعد أن أصبحت رئيسا وتحت مبدأ الوقاية خير من العلاج حتى بايدن وزوجته الأمريكيين على إجراء الفحوصات الدورية التي تأخروا عنها بسبب جائحة كورونا نعم السرطان لديه القدرة على إعادة ترتيب حياتنا لكن لدينا أيضا القوة لفعل الكثير بمقدورنا أن نقف تطور هذا المرض وأن نكتشف ونحلم بمخرج بعيدا عن هذا الشلل الذي نشعر به بإمكاننا أن نتضامن لإعادة كتابة القصة التي يرويها مرض السرطان ولم يعلن البيت الأبيض عن أي مخصصات مالية جديدة لهذه المبادرة وكان الكونغرس قد خص لها في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ملياراً وتمانمائة مليون دولار لإنشاء مائتين وأربعين مركزاً لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة إعادة إطلاق هذه المبادرة ليس وعداً انتخابياً لرئيس بايدن فحسب بل أولوية شخصية أيضاً لأب خطف منه سرطان الدماغ ابنه في عام 2015 عندما كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما هشام بورارا الحرة البيت الأبيض تحتفى الولايات المتحدة باليوم الوطني للفتاة والمرأة الأمريكية في الرياضة يوافق هذا العام أو هذا اليوم هو الثاني من فبراير من كل عام ويهدف إلى دعم نجاحات المرأة في المجالات الرياضية المختلفة وتشجيع النساء لممارسة الرياضة اليومية للسنين عديدة استغلت كريستن أجواء جنوب كاليفورنيا المعتدلة طوال العام لممارسة رياضة الرقل في المنتزهات العامة هذا الروتين استمر بعد تعافيها من عملية طبية للقلب أجرتها مطلع العام الجاري حيث نصح الأطباء بممارسة رياضة من أجل العودة إلى المستوى الصحي الكامل أعتقد أن ممارسة الرياضة للنساء مهمة جدا وأنا اليوم عدت إلى الركض وأريد الاستمرار بهذه الطريقة الرياضة تعطينا تطلعا إيجابيا نحو الحياة اليوم الوطني للفتاة والمرأة في الرياضة مناسبة أقضها الكونغرس الأمريكي في عام 1987 للاحتفاء بمنجزات المرأة في المجال الرياضي على مختلف المستويات الولايات المتحدة أقضت قانونا فراليا في مطلع سبعينات القرن الماضي يمنع التهميش الفتيات في الرياضة المدرسية ما أظهر نتائج واضحة تكللت برفع إعداد الفتيات المشاركات في الرياضة الثانوية من 300 ألف إلى أكثر من ثلاثة مليون طالبة خلال أربعة عقود من الزمن إلى كل الفتيات إذا كنت مهتمة برياضة ما شارك بها ولا تقلقي من أي شيء المشاركة الرياضية ممتعة وتعطيك فكرة أفضل عن نفسك ومقدرتك الشخصية والذهنية وتساهم بتطوير حياتك الولايات المتحدة تشهد حركة رياضية نسوية تشجع على المساواة في الرياضة ما بين الرجال والنساء وتطالب بمساواة العائد المادي لرياضين من الجنسين حركة تضمنت وجوه رياضية معروفة مثل أليكس مورغن، ميغن رابنوي والشقيقتين فينس وسيرين وليامس قدم نواب ديمقراطيون وجمهوريون من الكونغرس الأمريكي مشروع قانوني في العام الماضي لمساواة رواتب كافة الرياضين الذين يمثلون المتخبات الوطنية الأمريكية في محاولة لعلاج ثغرة عدم المساواة في الرياضة بين الجنسين كشفت دراسات حديث ارتباط عدة عوامل بمعاناة بعض مصابي كوفيد بإعراض طويلة المدى مثل الشعور المستمر بالتعب وتشتت الأفكار والتسارع ضربات القلب الربو والبكتيريا الضارة في الأمعاء والأجسام المضادة هذه من بين المؤشرات التي كشفت دراسات حديثة أنها تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بكوفيد طويل الأمد طالما تساءل العلماء عن أسباب استمرار أعراض كوفيد لفترة قد تطول شهورا لدى بعض المصابين دون آخرين مثل الشعور الدائم بالإرهاق وضبابية الدماغ وسرعة ضربات القلب الدراسات وجدت في 60% ممن أصيبوا بهذه الأعراض أجساما مضادة رغم أن معظم المبحثين لم يكونوا مصابين بأمراض المناعة المختلفة فيروس أبشتاين بار يصيب نحو 90% من الناس ويبقى كامنا في الجسم بفضل الجهاز المناعي الدراسة وجدت أن الإصابة بكورونا قد تفقد الجسد قدرته على كبح جماح ذلك الفيروس ومن العوامل التي ترجح إصابة صاحبها بالأعراض المستمرة للمرض أيضا الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني واكتشاف المادة الوراثية لكوفيد في الدم وهو ما يعني تمكن الفيروس من الهروب من الرئتين والانتشار في أجزاء أخرى من الجسم أهم هذه الدراسات أجريت على مسحات وعينات من دماء أكثر من 200 مريض كوفيد بعد الكشف عن إصابتهم بشهرين إلى ثلاثة أشهر واستدعت حالاتهم النقل للمستشفى كما أجريت ذات الفحوصات على مئة آخرين عانوا أعراضا بسيطة بالإضافة إلى 460 سواهم من غير المصابين ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من ألف رحلة جوية بسبب توقعات باجتهاح عاصفة قوية مصحوبة بتساقط ثلوج كثيفة في جبار روكي وأمطار متجمدة بأقصى الجنوب من تكساس قبل أن تتساقط الثلوج أو يتساقط الثلج والجليد في الغرب الأوسط وصولا إلى بيرلينغتون وفيرمونت وقال مركز الأرصاد الجوية أن العاصفة ستتسبب بأمطار جليدية قبل أن تتحول إلى ثلوج قد يتجاوز ارتفاعها قدما في بعض الأماكن تأتي هذه التوقعات بعد قرابة عام من عاصفة شتوية كارثية دمرت شبكة الكهرباء في تكساس وأوقعت قتلى وإصابات بالكاد خرج الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة من عاصفة ثلجية انقصت بشدة على سكان ولايات نيويورك ومين ومساشوسيتس وكانت الأضرار ليست بالقليلة ويكفي أنها عطلت متر الأنفاق لعدة أيام وألاف الرحلات الجوية دوائر الأرصاد الجوية حذرت من أن عاصفة ثلجية أخرى مصحوبة برياح وأمطار بدأت في اجتياح ولايات في الوسط الشمالي للولايات المتحدة وأنها تسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية سلطات هذه الولايات حذرت السكان من أن العاصفة التي بدأت مساء الثلاثة ستضرب ولايات نيو ميكسيكو وكولورادو ومين ومناطق أخرى قريبة غير أن الضربة الثلجية الأقصى ستتلقاها ولايات ميزوري وإنديانا وإلينوي حسب دوائر الأرصاد الجوية وثمت من بين سكان مدينة شيكاغو بولاية إلينوي من يستغطف هذا التقص ويرى فيه فرصة مواتية للعب والتسلية التقص بارد ورطب ورائع وهو مناسب للعب مع الأولاد وسنتدفع بعدها بشراب الشوكولاتة الدافئ لكنني أعلم أن ثمت متضررين بهذا التقص ممن لا يتوفر لديهم مسكن أو حتى مكان دافئ مطلع الأسبوع الجاري أعلنت خمس ولايات على الساحل الشرقي حالة الطوارئ قبل ساعات من تراكم الثلوج وهبوب الرياح القوية على المنطقة وقد تسبب التقص في إلغاء قرابة ستة آلاف رحلة جوية وإيقاف حركة نقل المسافرين العامة في عدد من مناطق السواحل الشمالية الشرقية أوقفت قناة تاي بي سي نيوز الأمريكية الممثلة وبي جولدبرغ أو جولدبرغ عفوا من تقديم برنامجها الحواري الذي تستضيفه لمدة أسبوعين بعد تعليقات لها بأن الإبادة الجماعية النازية لستة ملايين يهودي لا تتعلق بالعرق وقالت رئيسة قناة تاي بي سي إنها طلبت من جولدبرغ معرفة تأثير تعليقاتها المؤذية في وقت قدمت فيه جولدبرغ اعتدارا عن تصريحاتها وأشارت إلى دعمها المستمر للشعب اليهودي فيما أفاد متحف المحرقة في الولايات المتحدة بأن العنصرية محورية في العقيدة النازية قتل رجل أمن بالرصاص في حرم كلية في وليسيا ولاية فيرجينيا الأمريكية بينما أدى إطلاق نار في أحدى مدارس منيسوتا في اليوم نفسه إلى مقتل طالب وإصابة آخر وفق الشرطة شرطة ولاية فيرجينيا أعلنت مقتل رجلي أمنا أحدهما مسؤولا عن سلامة حرم كلية بريتجا ووتر في فيرجينيا قتل بالرصاص قبل أن يفر المشتبه به بإطلاق النار من مكان الحادث وأوضحت الشرطة أن ألقت القبض على المشتبه به وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاما ويدعى أليكساندر وايت مشيرة إلى أنه كان مصابا بجرح غير مهدد للحياة جراء طلق نارية تنطلق بعد غد الجمعة مسابقات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين رغم المخاوف وسط تدابير مشددة ومثيرة للجدل الوقاية من وباء كوفيد ومقاطعة دبلوماسية من عدد من الدول التي قررت عدم المشاركة للتعبير عن رفضها لأداء بكين في سجل حقوق الإنسان تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الجمعة بحضور عشرين رئيس دولة بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشوار الشعلة الأولمبية انطلق صباح اليوم في بكين حيث من المفترض أن تمر بكل المواقع الرمزية في العاصمة الصينية وبينها السور العظيم لتكون المدينة الأولى في العالم التي تستضيف دورتين للألعاب الشتوية هذا العام والصيفية في عام 2008 وفي بلد يتفخر بسياسة صفر كوفيد تبدو التدابير الاحترازية مشددة جدا وأقسى مما كانت في دورة ألعاب توكيو الصيفية العام الماضي إذ أقام منظمو الألعاب فقاعات صحية صارمة لا يغادرها المشاركون إلا لدى مغادرتهم البلاد وتضم هذه الفقاعات أماكن إقامة المشاركين ونظم النقل ومواقع المسابقات إضافة إلى الفنادق المحصنة والمنشآت التي ستستقبل المنافسات ومواقع الفحص اليومية للكشف عن كوفيد ويعيش فيها نحو 60 ألف شخص يضعون الكمامات بشكل إجباري ويستخدمون الروبوتات للحصول على القهوة والمشروبات والواجبات صلنا معكم لختام نشرتنا من العاصمة أذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوين الصمخاوف من غزو الروسي لأوكرانيا الولايات المتحدة تعلن نشر 3000 عسكري لدعم قوات النيتو في شرق أوروبا واشنطن تؤكد أنها لن تتردد في إدراج قادة وكيانات حوثية متورطة في هجمات عسكرية تهدد مدنيين على قائمة التنظيمات الإرهابية وزارة العدل الأمريكية ترفض قبول اعترافات انتزعت تحت التعذيب من معتقلي جوانتنامو والاعتماد عليها في المحاكمات العسكرية نلتقي على رأس الساعة المقبلة في موجز لهم الأنباء مزيد من الأخبار على موقع الحرة الحرة دوت كوم إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى